أسعد الله صباحكم عزيزي على التين مينيس واليوم نحن في الخطوة رقم ثلاثة من إعداد خطة العام 2022 زي ما أنتم ملاحظين الورقة البيضاء اللي تكلمنا عنها نحن اليوم نشتغل في الهدف الأول طبعا زي ما أنتم ملاحظين اللي ما شاهد معنا الحلقات الماضية فليشاهدها ويرجع إليها خلينا أكمل نحن قسمنا الصفحة البيضاء أربعة أقسام كل قسم يعني ثلاثة أشهر الهدف الأول طبعا له أنشطة خاصة به الهدف الأول لتحقيقه خلينا أضرب معكم الآن مثال هدف رئيسي كما تلاحظون عزيزي المشاهدين يعني لو أنت مثلا بدك تتعلم دورة منتاج أو مثلا دورة الفوتوشوب ممكن أنت مثلا تخلي هذا هدف رئيسي لكن خلينا أحكي لك ممكن واحد يقول لي والله أنا بدأت تعلم أستاذ يصبح مهارة تطبيع الكمبيوتر أو مثلا مهارة أخرى يعني هو مثلا ممكن يقول السباحة مثلا ممكن يتعلم أي شيء أنت بتحبه أو مجال معين فممكن تضع هدفه لزي ما تملحظين يعني هدف رئيسي وهدف فرعي تضعه في وين؟ في الربع الأول تمام؟ طبعا غير مسموح لك أن تضع أهداف أخرى إذا أنت كنت مبتدئ في التخطيط خلينا أحكي لك ما تطمع يا جماعة ما تقول لي بدي أضع هدف أول وثاني وثالث ورابع لأن هذا ممكن يكون يعني للأسف يعني يكون من أحد أسباب أو العواقل اللي يخليك ما تنفذ الخطة أو تكمل الخطة السنوية اللي هي العام 2022 عشانك أقول لك خليك حذر وضع أهداف بسيطة هدف رئيسي هدف فرعي فقط وتابعنا على سوشال ميديا ترميس يوسف حراني أو اشترك في قناتي طبعا أعمل أجاب لهذا الفيديو حتى يظهر لغيرك وخليكم ما في الخطوة الرابعة إن شاء الله في الفيديو الرابع وتابعني وتابع هذه السلسة وعمل أجاب وإن شاء الله يعني نضع خططنا وننفذها ونلتزل لها والسلام عليكم وربنا أسعدكم ويوفقكم